دي الأول قبل ما أدخل في الأحمال وتلحم المواسم ما يهمني الأول أتكلم معك شوية عن منتخب مصر لأنه للأسف رغم أنه المجموعة مفترضة أنها كانت تبقى سهلة نسبيا بالنسبة نحن نتكلم على توجو جزر قمر كينيا ولكن يعني ترتبنا فيها المطشين اللي عبناهم ما أخذناش النقطتين إزاي بتبص لمواجهة توجو وهل بتشوف أنها مواجهة صعبة زهابا وقيابا نلعب قاهرة وهنلعب لومي 6 نقط شايف فرص منتخب مصر في المطشين إزاي طيب خليني بس أرجع لحتة المجموعة سهلة وصعبة تمام أقولك حاجة وممكن تبدو أنها غريبة يعني أي مجموعة هتلاقى بيتوجد فيها مصر على مدار التاريخ مباراة متبعدة بتبقى صعبة عليك لكن أي إن كان أسماء الفرق عشان التحضير والاستراتيجية أنت تلعب بطولات مجمعة زي الفل بدليل أنك تكسب كاس أمم أفريقية تكسبتها ثلاث مرات مع الكابتن حسن شحات وراء بعض ومع الكابتن محمود الجواري رحمة الله عليه صحيح ولكن لما تيجي تعمل معسكرات طويلة الأمد أو فكرة أنك أنت هتلعب توجوه هتلعب أيهما من الفرق مصر فرقة كبيرة يعني مصر هي الأولى في أفريقيا علشان عدد البطولات ولكن أنت دائما في الحتة بتاعت التحضير للمباراة على الأزمنة البعيدة استراتيجية أنك أنت الدور بتاعك بقى منتازمة علشان تلعب إمتى وعلشان تحضر منتخبك إمتى وعلشان نحن عندنا في أكسور طول عمرنا والحالة دي كلها والحالة دي الناس دلوقتي بدأت تتعدل شوية عندنا من اللعيبة المحترفين الكتير لو عندك عدد من اللعيبة المحترفين تقدر الاستراتيجية بتاعتك تشتغل غزمين عنك اللي هو في الأجنتة الدولية أو في الأزمنة بتاعت أنك تجيب لعيب المحترف لكن أنت أحيانا تدي معسكر طويل ما يستهلش وأحيانا تدي معسكر قليل وأحيانا تجهد اللعيبة وكتير من الوقت وكتير من الوقت ودي حقيقة يعني وكتير من الوقت أنت ما بتحضرش بمباراة ودية كويسة يعني أنت إلى الآن ما لعبتش مباراة ودية مع منتخب ده إزاي يعني ده دفع حساباتك لماتش توجه ألقك طبعا لقني الناس ترجع تقول طبعا برضو أهل والزمالك ما بلعبوا في البطول أهل والزمالك عنده ما يوازي تسعة لعيبة محترفين فالأهل والزمالك في تسعة لعيبة محترفين أنت ما احتكتش باللعيبة بتاعت منتخبك أو مدرب جديد زي كتن حسام البدري ماسك الفرق أو زيامي للسيستم بتاعه أو حاجة يعني يعني تحضرات كتير أنت ما عملتهاش وفي فرق مثيلة لك عملتها